موسيقى تعرف بأنها صيادة ماهرة وآلة قتل بكل مال الكلمة من معنى مظهرها الوديع الهادئ يخفي الكثير من الشراسة والنهم الذي ليس له حدود إنها حشرة السرعوف أو فرس النبي كما تعرف شعبيا أو القاتل الصامت تشتهر هذه الحشرة بحركتها البطيئة وأرجلها الأمامية المثنية في وضعية تشبه الابتهال وتفترس فرس النبي الحشرات التي تنتمي إلى أحد أنواع حشرة السرعوف نفسها ويمكن أن تتغذى على ضفاضع الأشجار الصغيرة كما أنه من الممكن أن تلتهم أنثى السرعوف الذكر من نوعها نفسه وتأكر الحشرات الضارة المزعجة مثل الخنافس والعناكب والصراصير والجنادب والسحار والفئران لذلك تعتبر هذه الحشرة صديقة للمزارعين لما لها من فضل كبير في تخليصهم من الحشرات المدمرة للنباتات وتعيش حشرة السرعوف في المناطق المدارية الحارة كما توجد حشرة السرعوف الأوروبية في المناطق الأوروبية الباردة وتعيش حشرة فرس النبي وتتواجد في جميع القارات باستثناء قارة واحدة هي قارة القطب الجنوبي المتجمد والجدير بالذكر أن تنوع أماكن معيشتها يعود إلى تنوعها حيث أنه يوجد من حشرة السرعوف أكثر من ألفين نوع حول العالم وتتعدد ألوانها متدرجة من اللون الأخضر الفاتح إلى اللون البني الداكن من مزايا السرعوف أيضا أنه لا يتوقف عن الأكل فتراه يهجم على أي حشرة تتحرك أمامه وينقض على الحشرات بالكلابتين القويتين ويسرع في التهامها ويكون أكثر نشاطا خلال فصل الصيف حيث تكثر الحشرات الضارة بالمزارع لذلك يعتبر السرعوف أفضل وسيلة لتخلص من الحشرات دون أي ضرر على النباتات ومما يميز هذه الحشرة أيضا أنها الوحيدة التي تستطيع تحريك رأسها دورة كاملة ومن مميزاته أنه رشيق حيث يستطيع مباغتة فرائسه ويستطيع تغيير لونه ليتلائم مع لون البيئة التي يعيش فيها ليتخفى عن أعدائه أما العدو اللدود له هو طيور النهار والخفافيش والسحالي عندما يتعرض السرعوف لهجوم يقف ثم يبسط قدميه الأماميتين حتى يعطي عدوه انطباعا أنه كبير الحجم فيخاف وينسحب أما سبب تسمية فرس النبي فهو غير مرتبط بنبي معين بل إن كلمة النبي مشتقة من كلمة إغريقية تعني النبي أو الكاهن وقد سميت فرس النبي أو السرعوف المصلي بهذا الاسم بسبب انثناء أرجلها الأمامية وكأنها تصلي وقد سمها الإغريق بهذا الاسم لاعتقادهم أن لديها قوى خارقة ومنها أنها قادرة على البقاء دون حركة لفترة طويلة وهي تضاع رجليها في وضع الصلاة أو الابتهال ظهرت العديد من الأساطير والخرافات المتعلقة بهذه الحشرة ومنها أنها إذا أكلها حصان أو بغل قد تؤدي إلى موته كما أنها من الممكن أن تسبب العمال الأفراد إذا لامس لعابها وعلى الرغم من شراسة فرس النبي فإنه غالبا ما تجد إناث هذا النوع من الحشرات عرضة للموت في الشتاء برغم من أنهن أقوياء ولكنهن لا يتحملن الطقس البارد أما ذكر السرعوف فيموت فجأة بعد التزاوج ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع هذا إذا لم تقتله الأنثى بعد عملية التزاوج مباشرة ترجمة نانسي قنقر